نحن هنا لنقول لكم لماذا رصدت البحرين أن تستضيف المقرر العام لشؤون التعديد الممثل لهاية الأمم المتحدة لسنا أمام أشخاص سيتحدثون عن مطالبهم ليست هذه هي القضية أي أن كانت مطالبهم هم سيتحدثون عن ما عاشوا واسألوا أنفسكم تحت أي مبرر حتى لو كانوا قتله أي قانون يسمح لكم أن تعذبوه بهذه الطريقة لن يتحدثوا عن هموم ومشاكل وقضايا وانتهاكات وقعت على آخرين هم جاءوا ليتحدثوا عن أبدالهم أما وقال أجسادهم شهادة تساءل عنها الحكومة وتغيساءل عنها العالم وإذا كانت رسالة النظام من هذه الانتهاكات أنه يريد أن يقول لنا أنكم أصحاب مطالب عادلة ولكننا لن نستجيب لها وسنوارس كل هذه الانتهاكات لنثنيكم عنها فاسمع هذا الرجل واسمع هذا الجواب من المشاركين ومن الحاضرين ونيابة عن المعتقلين ونيابة عن الرموز ونيابة عن المعظمين سيبقى الشعار وتبقى القبضة فاسمعوه جيدا لن تصنينا يا جلاد لن تصنينا يا جلاد حتى لا أضرم تلوك لا تصنينا بلا قيار نبقى مع الضحية الأولى الحر يوسف الصميخ المعتقل بتاريخ 18-3-2011 فليتفضل الطفل سيد حسن سيد كامل موجود عند المنصة الطفل سيد حسن سيد كامل عمرى خمسة نوات تقريبا موجود عند المنصة الرجاء من ذويه الحضور لاستلامه وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الحر يوسف الصميخ المعتقل مع الرموز بما يسمى جليس الرموز اعتقلنا في تاريخ 17-3 يمكن الرجوع إلى إفادتي من خلال تقريب سوني إفادتي في تقريب سوني رقم الأولى اعتقلنا في تاريخ 17-3 من طرف الجيش أيضا من طرف جهاز العمل وكان المسؤول عن اعتقال الجلاد بدر إبراهيم الغيث طبعا في اقتحامهم من البيت كان أول ما اقتحموا البيت سيدي إلى غرفة النوم وكانت زوجتي دول لباس شفاف أو دول لباس النوم فاقتحموا علينا بسرعة وقاموا بأسلحة رشاشات كانوا عندهم وضعوا الرشاشات في رأس هددونا كسروا البيت طلعونا بسرعة رحنا بيت أستعبد الوهاب حسين قاموا بضرب أستعبد الوهاب حسين من أول ما اعتقلوه وصلاة الدماء على الباب بعدها نقلونا إلى منطقة سافراء شاهدت في سافراء الدكتور السنجيس وابراهيم شريف والشيخ السعيد النوري وأستعبد الوهاب حسين وأستعبد الوهاب حسين إلى مستشفى العسكري الدكتور كانوا يسبونا كان يضربونا وكان يتعاملونا بقسوة وكان السبف الأئمة وفي أئمة المذهل والسبف المشيمه خطوفا قاموا بتوقيفي فترة الساعة أنا كنت معتقل في قضية الشبكة وكنت مار بتعذيب يعني شكل جنوني فرجع علي فيلم التعذيب أغمي عليه جوا وجلسوني يعني جلسوني من الأغماء بالضرب بعدها أغلقوا يدي إلى الخلف وكان السير الإغلاق كان بسير بلاستيك عشان قطع السير قطعوا يدي لا زالت أهثار موجودة هنا وسائلت الدماء لن يذهبوا بالمستشفى بعدها نقلونا إلى سجن قرين وكانوا يقولون إحنا وديناكم إلى السعودية لأن بما أن سجن قرين كان بعيد وكانوا يهددوننا وكانوا يماصويا للضرب وكنت أسمع ضرب اللي يائي في الباص وكان إبراهيم شريف وكان أسمع ضرب السنقاس وأسمع ضرب الشيخ السعيد النوري وقفونا فترة الساعة أو ساعة ونص أحاطونا بالكلاب وكانوا يهددونا وكننا مصمدين فوق التصمير حاطونا لنا خيشة شلوفي سجن غدونامو حاطونا لنا خيشة بعدها نقلونا إلى سجن كنا خمسة في السجن العنبر أربعة وكان سجن انفرادي كنا خمسة السجن مساعته متر في مترين وكان فيه خمسة حجار كان إبراهيم شريف في حجرة والدكتور السنقاس في حجرة والشيخ سعيد النوري في حجرة والشيخ المحوضة في حجرة وكان مساحة السجن متر في مترين أمرونا بالوقوف لفترة أربع ساعات تقريبا بعدها أمرونا بالجلوس جاب لنا كان هناك منام سفنج وكان هناك منام سفنج وكان هناك منام سفنج مساحة قليلة تعرفون أن المساحة مال في الحجرة كان سجن في مترين في مترين كانوا خلونا نقعد على المنام سفنج ودفكوه على النماء بارد وكان هناك منافج كان ريحة عتنة وكان أنواع الحشرات الدش كان هناك فتحة بسيطة بس من تحت الباب بس فتحة بسيطة من فتحة الباب وكان المكان ريحة عتنة كانوا يدفنوا على اللي يبندون أمهم وكانوا يضربون ليليا أول لينا ضربون لكراملنا وكنت أسمع ضرب الدكتور السنقاس وكنت أسمع ضرب عبد برئيسة من الشيخ سعيد النوري وكنت أسمع ضرب إبراهيم الشريف وكنت أسمع ضرب الشيخ المخوضة بعد للتين جون مدنيين أرسين مقنعين افتروا على ضرب الجماعة أنا ببدأت أمروا بفصل فيابي وألقوني نوع الساجد وسولي حركات كانت مقذرة جدا بعدها أمرونا بالوحوك وكان بعد الليلتين جوننا بكلاب هدوا علينا الكلاب وكانوا يطفون الليتات والكلاب تنبح من تحت الباب يعني فيه فتحة من الباب كان يمديد الكلب ونسوف الزوائل نتغير لأن نبح الكذاب كان جدا مخيف وكان فيه نص الليل استمروا معنا التعذيب والضرب ليليا بمقارب شهرين ظلت في هذه الغرفة مترين في متر تقريبا شهرين وكنت ليليا يسبحوننا بالماء وأمروا بتسبح يعني بالسباحة أمرنا بالسباحة بعد 13 يوم وكان المرقد مملل مرقد سفنج كل ماء كنا ننام على الماء مرقد فيه ماء وكانوا يجبون لنا صور القيادة القيادة السعودية والقيادة البحرينية يأمرون بالتقبيل ويأمرون بالسلام إليهم وكان ليليا وكانوا يتعمدون يجون لي أنا بالدات والشيخ المخضر يأمرون بسبب راهيم شريف وكان يأمرون براهيم شريف بسبب نفسه ليليا يأمرون بسبب إبراهيم شريف وابراهيم شريف يسب نفسه وكانوا يعني سب قدر بس كنا نعتذر على إبراهيم شريف كنا نتكلم ما بين الفواصل بين فترة وفترة ونعتذر ليه في هذا المجال نقلونا بعد شهرين من حالة الانفرادي والضرب إلى أمر من خلال القاضي بنقل من الانفرادي نقلونا من الانفرادي الضيق إلى الانفرادي وسيع وفي الانفرادي المسيح كنت مع الشيخ المخوضر مع الشيخ محمد حبيب والشيخ المحروس والصلاح الأخواجة وكان أستاع عبد النهاب حسين وأستاع حسن فهالفترة كانوا يجونوا ضربون بس كانت ضربهم تقطع مو نفس اليوم كنا قبل شهرين ليليا وكنت أش أسمع ضرب الموجودين كنت أسمع ضرب أستاع عبد النهاب حسين وكنت أسمع ضرب مال أستاع حسين مشيموع أيضا أسمع ضرب مال شيخ محمد حبيب بتعمد ومع الضرب المبرح له في الليل كنت أسمع هذه أنا حابة نقلها في الليل كنت أسمع صوت رانين بكار بعد تاريخ عشرة ستة بالضبط بعد السلامة الوطنية تاريخ عشرة ستة بالضبط نقلوني أنا شخصيا معا أستاع حسين مشيموع وكنت بعد ليلتين شكت يجلس في الليلة صيح فقلت لي أستاد شنو سبب بالضبط البكارك شديد وكنت أسمع صوت ركنه قال خايف أنا أمام الله أني قدمت البسيط لم أقدم مع النب أنا قدمت خايف أمام الله يقولي أن أنا قدمت البسيط أمام هذا الشعب الذي قدمه الكثير أمام هذا الشعب أمام هذا الشعب كانت ضرب بالشكل يعني كنت أنا أسمع ضرب ضربنا كان بالشكل متعمل وكانوا يضربوننا والإهانات كانوا يتعمدون إهاناتنا يعني وجود الصور القيادة خاصية يعني وجود الصور القيادة السعودية وجود الصور القيادة مثلا حجرة السجن في كل الغرفة موجود الصور ما في مجال في الطوفة اللي كل فيها صور القيادة السعودية أكثر واحد كانوا يتعمدوننا الإهانات ويتعمدون ضربه كان أستحسن شي معه وكان يرد عليهم في المحكمة أنا سمعت بأدوني يسأل هوني أنت كلمة تصير رئيس لجمهورية قال لا أنا بأصير خادم للناس يمكن الرجوع أنا حتى أختصر بعد أحب أنقل كلمة إلى إبراهيم شريف إبراهيم شريف في آخر أيام في السجن كان يقول أنا وصلت إلى قناعة أن هذا أن العمل السياسي في البحرين مع الحكومة لا يكفي إلا نرجع أن نرجح العمل الممانعة أمام هذه الحكومة يمكن الرجوع إلى إفادتي من خلاف تقرير بسيوني الإفادة الأولى وشكرا لكم تداركا للوقت أتمنى من القادمين مساعدة في الاختصار على أساس ما نضغط على الفقرات الجاية ترجمة نانسي قنقر